هارمين ونحن مش يا أسقائي في فيديو جديد اليوم يا أسقائي فيديو عن إيميل نصلي اليوم الثنين في هذا الإيميل يا أسقائي إضافات جديدة ستنزل للعبة ستكون شيء ضخم لماذا في الإيميل يقول فينا يا أسقائي شيء ضخم وسغالب اليوم يا أسقائي سنعرف قبل أن نبدأ نبدأ في هذا الفيديو سوف نذهب طبعا يا أسقائي المفروض أني نشر لكم يا من وقت بس أنا يا أسقائي نشأت لكم بالصباح تبع ثلاثة والله يا أسقائي الناس متلحظون صوتي متغير لأن يا أسقائي مريضة فلذلك يا أسقائي ستلاحظون أن صوتي متغير وتأخرت في نشر الفيديو لأن يا أسقائي فعد مرة كان صوتي متغير وما بيحل أصور فالمهم يا أسقائي هسا مادام الصبحي صوت يعني زيل الحمد الله فسأقدر يازقيني أنشر لكم الفيديو فتحالوا نشوف شنو فكرة هذا الفيديو طبعا بهذا الإيميل لازم أن تتوقعون أشياء من السؤال فتحالوا خلونا نروح السنة لمدينة الروبوتات ونبدأ في البداية تقول قوصب جيرون هي شافة إيريال تعرفونها مني إيريال إيريال تبع المحل أو المبنى تبع دراجات اللي تكون هي تشتغل فيه شوفوها هي هاي اللي شوفوا اسمها فهاي إيريال يا أسقائي شافتها قوصب جيرون كانت موجودة يم الأركيد وكانت هي من موجودة هناك تبعوا على برهبة واعجاب أنه كيف شكله ضخم وحلو ومن الأشياء فبنس وقت كانت يمها ورقة القلم وستجل بعض المعلومات من هي تشوف الروبوت يمكن يا أسقائي تريد تبنيلها شغلة شبيهة للروبوت فتقول هناك ساحتين هي تفتار وتبعوا على برهبة ويعني تشوفوا حلو واستجل يا أسقائي في بعض المعلومات يمكن تريد تسوفت شي مشابه للأركيد فلذلك تشونت تستجل يا أسقائي وتبعوا عبر رهبة واعجاب شكلها تشونت يعني هي يعني سنوات عديدة موجودة في مبنى الروبوتات وما شافت الأركيد يوم مبنى الروبوتات قزي درجات أوكي فيابي أسقائي ورشوية راحت أريل وراحت يوم المبنى تبع الدراجات وشانت وياها الروبوتين هذول الروبوتين يا أسقائي شنو شانو يحشون يا أريل ويتفقون وياها بعض الأشياء فشنو شانو بالضبط تعالوا نشوف هاي الصورة النسبة شفون صورة سوتها غوسب جيل للروبوتات الثانية وياها 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 وشنو شانو تلاحظ يا أسقائي انهم يقشرون في ايديهم على شيء كبير عارفون هاي الحركة اللي سويتش كذا يعني عدنوا حجمة كبير عرفتشون فتقول يا تشوفهم هيك يسوون تأشيرات في ايديهم ومنها عرفت غوسب جيل انهم يقررون يسوون شيء كبير فجانوا هذي الروبوتات يا أصدقائي سجل بعض الأشياء وملاحظات للشيء اللي هما رح يسوونها قريبا ونص ما قديكم شانت إيريال دعم التأشير على ايدهم رح يسوون شيء كبير ومنها اشياء فمن ايدها عرفنا انه يعني تخطط تسوي شيء جديد تمام لحد الآن يا أصدقائي عرفنا انه هما حاليا يخططون اللي يسوون شيء كبير بداخل مبنى الروبوتات او مثلا اصلا اصلا يغيرون شكل هذا المكان اللي هو تباح مبنى الروبوتات يعني يسوونه شكله احلى ويدل على الدراجات وهالأشياء يعني فأو مثلا شيء ثان رح يسوونه داخل المبنى رح يكون ضخام تعالوا ندخل يا أصدقائي للمكان ونشوف ضخام تشوف وطول ما شعر فينا من قبل شوف كيف شكله فممكن يا أصدقائي بيكا يقزي انه تغير من الشكل الخارج والداخل يعني نسوي اكبر مثلا حتى نضيف هذاك الشيء الضخم عرفت شون لو لا فيب هذا حسب توقع حاليا أنا لم أمت أكدا من السوارف لأنهم أصلا يريدون انه نتوقع تمام وبعد نجح سالفة الايميل ونشوف شون نصاب طبعا بعض التأشيرات الجميلة والملاحظات اللي سجلوها الروبوتات لاحظوا انهم قاعدتهم مراقبتهم من شخص معين فلذلك ايريال وبقية الاخرين يعني هو الروبوت والروبوت الثاني دخلوا الأصدقائي داخل المبنى حتى انه يشتغلون بدون مراقبة تمام فلكن يا أصدقائي كوسب قل يعني كيد راح ترقالها حلو تظل هم ما تشوفهم فراحت يا أصدقائي اللي فتحت المفتاح هذا المكان المفتاح تعرفون فشوف هاي صراح تفهمون قصدي فنسبة تشوفون هنا اكو فتحة المفتاح تلاحظ انه ايريال موجودة هنا ويروبوت صفها لكن اللحب اكو شي فوق مثل الايد ما اترى شنو هذا يعني لحب تقريبا هنا فتقريبا هي جانت هنا او هنا ويروبوت هاته تشي لكن من الفتحة لاحظوا لفتاح الزاوية الفوق اكو مثل الايد يا أصدقائ تبع روبوت مدري شنو يا أصدقائ لاحظوا لونها اسود ورصاصي فنحن نحن لو نشوف ها حاليا ما موجودة وشنو هاي قصب كير يا أصدقائ سمعت ايريال تقول كيف نضع ذراع في المفصل يعني مبين انه هذي ممكن تكون ذراع روبوت يردون يا أصدقائ يضع في مفصل الروبوت عرفت شون يعني شي ضخم شوفوا يا أصدقائ ايريال اشقدها وشوفوا الذراع اشقد بعيد وكبير ومن السوال لذلك يا أصدقائ سيكون شي ضخم و هذا هو كل عن الإيميل بس يا أصدقائ همات غوسب قال تقول انه أسبوع الجاي همات تحطينا معلمات أكثر يعني بهذا الأسبوع ما رح ينزل شي جديد رح ينزل في الأسبوع الأسبوع يما يعني وقت الامتحانات او ما يستر حسن نتوقع عن سالفة هذا الروبوت ممكن يسوي هذا الروبوت يا أصدقائ ضخم فلازم يسوي شي يعني قوي مو كلاوات أكيد يعني فسنعرفنا يا أصدقائي أنه بيكيكزي سيضيف روبوت كبير داخل مفناء الدراجات تمام فهو أكيد سيبين أنه روبوت لأنه مو طيارة وسيارة يضيف لها ذراع في المفصل يعني فأكيد سيكون يا أصدقائي روبوت وممكن احتماليات ثانية ممكن ممكن بس احتمال ضعيف أنه تكون دراجة أو سيارة أو لا لا مثلا سيارة تحول روبوت شايفين يكون كارتون قديم ومن السوالف أنه سيارات تتحول روبوتات ومش معقول ممكن هذا احتمال يعني أو حتى طيارة أو دراجة والله ما دلت صراحة بتألم توقع يعني ممكن يا أصدقائي كيكزي تحول روبوت كامل فياب يا أصدقائي فشنو يكون بالموضوع حس أنه الموضوع فيه والتوقعات فمدري صراحة قلوا بتعليقات توقعاتكم أيضا بس يا أصدقائي الاحتمال أقوى أنه ممكن يكون روبوت راح يضيف بيكزي داخل محل الدراجات وهم أنه نقدر أنه نغير فيه بدراجاتنا من ناحية الشكل ونضيف فيه موسيقات مثلا أو نغير فيه شكلها يعني مو بس مجرد لونها ومنها سوالف فتقريبا راح تكون الفكرة ممكن ممكن نفس فكرة بيت الكريسمس اللي فيه عدة روبوتات فيها أشياء طبعا مثل هاي الفكرة تعال يا أصدقائي رايزي مثلا أخذ شي من هذا الروبوت واخذ شي من ونروح للروبوت الرئيسي راح نطقي هذا الأشياء وهو راح يصنع لنا شي شوفوا طلعت لي القطار شوفوا هاي جتي عدلة طبعا اختياري أنه راح يكون شي تقدرون تركبوه فصراح أحس كيوت نايس فخلونا سنقرأ فياب راح تكون بهذا الفكرة فأو ممكن أشياء ثانية الله أعلم بعد أكو وأشياء ثانية في الأسبوع الجاي ممكن راح تغير كل هذا اللي أنا حالين توقعت فلازم يا أصدقائي لتوقع في البداية طبعا من ناحية الحيوان أو القرش الوردي بلك يكسر في الإيميل ما ذكرت عنه أي شي فممكن في الأسبوع الجاي يصرفون عنه فياب وهذا هو كل شي في الإيميل لا تنسوا تخبرون التعليقات رأيكم عن الموضوع وإيش تتوقعون يا أصدقائي ضحطوا لاعكاتكم ومشتركوا في القناة وفعل جرسوا بي باي